أفدت مصادر لبنانية بقيام مجهولين بخطف منصق حزب القوات اللبنانية في مدينة جبيل باسكال سليمان حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة هذا ووصل رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع الليلة الماضية إلى المنطقة التائلة لمتابعة الأوضاع عن قرب معنا من بيروت مفدنا عماد الأطرش عماد نطلع منك على التفاصيل المتعلقة بعملية خطف المسؤول القواتي وما الجديد لديك نعم كارولينا لا دليل واضحا حتى الآن بشأن الخلفية عن هذه العملية عملية الاختطاف التي ذكرتها لمنصق حزب القوات اللبنانية في بلاد جبيل كل ما يعرف هو أن بيانا للجيش اللبناني تحديدا لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني قال بأنه تم توقيف عدد من المواطنين السوريين الذين قاموا بخطف أو حاولوا القيام أو متهمين بخطف المسؤول طبعا بيان الجيش لم يشر إلى الصفة الحزبية لأسليمان طبعا بعض الأوساط تقول بأن بيان الجيش يسعى إلى تنفيس الاحتقان السائد في منطقة جبيل خاصة بين مناصري حزب القوات اللبنانية إذ من فجر اليوم بالمناسبة كارولينا كنا عائدين من مدينة طرابلس وتم قطع الطريق عند الثانية فجرا في منطقة جبيل في مدينة جبيل تحديدا على الطرق جميع الطرق المؤدية إلى بيروت تعلمين بأن هناك عدد من الطرقات تؤدي إلى بيروت تم قطعها فجرا قبل قليل أعلن أن الجيش عثر على السيارة التي قامت بنقل سليمان عندما تم اختطافه طبعا هناك كثير من الأنباء تتحدث عن وجود عدد من الموقفين السوريين أو تم إيقافه من المواطنين السوريين في الشمال اللبناني وبأن عناصر من مديرية المخابرات تقوم بتعقب هؤلاء من أجل طبعا الإفراج عن أسليمان حالة من الاحتقان الكبير طبعا تسود في تلك المنطقة وخاصة في لبنان تعلمين بأن التوتر ينعكس على جميع القضايا في لبنان الذي يعيش حالة من التوتر الشديد خاصة بأننا نعيش اليوم أو البارحة مرور ستة أشهر على الحرب الإسرائيلية في غزة وتداعيتها على لبنان وخاصة على المجتمع اللبناني أذكر أيضا كارولينا بأن الجيش اللبناني ينفذ منذ بعض الوقت انتشارا في ما يعرف عادة بخطوط التماس في بيروت خاصة في منطقة الضحية الجنوبية في منطقة الشياح وعين الرماني تفاديا لأي عمليات استفزاز قد تحصل على خلفية اختطاف المسؤول في حزب القوات اللبنانية كارولينا شكرا جزيلا لك على المتابعة من بيروت مفادنا عماد الأطرش